ترجمة نانسي قنقر في إطار تحسين الوضع البيئي والحياة الفطرية في مملكة البحرين بشكل عام وفي خليج توبلي بشكل خاص يعد مشروع التوسع الرابعة لمحطة مياه الصرف الصحي في توبلي أحد مشاريع الوزارة الاستراتيجية المهمة في قطاع الصرف الصحي فضلا عن رفع أداء مركز توبلي لإنتاج المياه المعالجة وزيادة إنتاج المياه المعالجة المستخدمة في أعمال الري والتجميل الزراعي من خلال استيعاب تدفقات مياه الصرف الصحي المتزايدة الواردة إلى المحطة نتيجة للتطور العمراني والزيادة السكانية يعد البشروع مشاريع الوزارة الاستراتيجية الهمة في قطاع الصرف الصحي والذي سيسهم في رفع أداء مركز توبلي لإنتاج المياه المعالجة وزيادة إنتاج المياه المعالجة المستخدمة في أعمال الري والتجميل الزراعي من خلال استيعاب تدفقات مياه الصرف الصحي المتزايدة الواردة إلى المحطة نتيجة للتطور العمراني والزيادة السكانية تهدف مشاريع الصرف الصحي إلى تحقيق التنمية والتطوير المستدامين لهذا القطاع العام في مملكة البحرين وتوفير أفضل الخدمات لكافة مناطق المملكة ولضمان بيئة صحية سليمة للمواطن والمقيم حيث أن مشروع التوسع الرابع لمحطة توبلي لمعالجة مياه الصرف الصحي والذي يتم تنفيذه بتمويل من الصندوق السعودي للتنمية والصندوق الكويتي للتنمية العربية سيسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية للمحطة الحالية من 200 ألف متر مكعب لتصل إلى 400 ألف متر مكعب المشروع يتضمن بناء محطة معالجة جديدة بجوار المحطة الحالية إلى جانب إنشاء غرفة تجميع لكافة تدفقات مياه الصرف الصحي بعمق 21 متر تحت الأرض وإنشاء محطة ضخ رئيسية بعمق حوالي 25 متر تحت الأرض لإستقبال تدفقات مياه الصرف الصحي من قرفة التجميع وإنشاء وحدات المعالجة الأولية وحدات المعالجة الثنائية بالإضافة إلى إنشاء وحدات المعالجة الثلاثية وتشمل وحدة مرشحات الرمل وحدة التعقيم بازل أوزون ووحدة تعقيم مادة الكلورين وإنشاء أحواض التوازن وإنشاء وحدة حرق الحماء هذا وحرصت وزارة الأشغال على تنفيذ المشروع مع الأخذ باشتراطات الصحة والسلامة المهنية في مواقع العمل من خلال المتابعة الحثيثة واتخاذ كافة إجراءات الأمن والسلامة المهنية حيث تم إنجاز أكثر من 9 ملايين و356 ألف ساعة من غير إصابة عمل وهذا ما يعكس الالتزام بمعايير الأمن والسلامة المهنية يأتي مشروع التوسع الرابع لمحطة توبلي لمعالجة مياه الصرف الصحي كأحد المشاريع المهمة التي تعمل وزارة الأشغال على تنفيذها في قطاع الصرف الصحي والذي سينعكس على تشغيل شبكات الصرف الصحي بما يتواكب مع التوسع العمراني والاستثماري الذي تشهده مملكة البحرين إيمان شرف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر